وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بتكفيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة إلى شبكة الكهربائية مشددا على الأهمية الكبرى لهذا المسار في ضوء التنامي المطارد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة جاء ذلك خلال اجتماع عقده سيادته مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول حيث وجه رئيس سيسي بتعزيز التنصيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزرات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية مشيدا بما أبدأ المواطنون من تفاهم وتحمل مقدر لإجراءة تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة وموجها في هذا صدد بتكفيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة وخلال هذا الاجتماع اطلع رئيس سيسي على الموقف الحالي لتحركات الحكومة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد وخاصة في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف ما يستدعي بدل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة